وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على بذل الحكومة أقصى الجهود لتخفيف الأعباء عن المواطنين لفتاً في هذا الصدد إلى تأديل برنامج تسعير القهرباء للمرة الثالثة نظراً للظروف الرهنة وأشار الرئيس السيسي إلى الدولة أن الدولة تتحمل أكثر من 50% لنحو 17 مليون وحدة سكنية نحن حرسين على أن نخلي أسعار الوقود وأسعار الطاقة أن نحولكم على حاجة يعني الكهرباء لم تأخذوا قرار بأنهم لا تزودوا هش يعني الدكتور مصطفى كنتم نتكلم في موضوع التسعير الكهرباء وقلنا هاي تبقى لثالث مرة نأجل البرنامج لظروف عشان ما يبقى حملة على الناس مع الوضع في الاعتبار أنا بتكلم على 17 مليون مشترك مش كده ولا 17 مليون مشترك يعني 17 مليون شقة بتدفع أقل من 50% من 8 الطاقة أنا مش بقول كده أن الدولة يعني بيتمنى على شعبها لكن بنحاول بقدر الإمكان أن احنا نخلي فطورة الأعباء على الناس ما أمكن ما أمكن مناسبة بقول تاني لما كنا البرنامج بتاع القهرباء لثالث مرة نأجله المراضي نتيجة الظروف اللي موجودة فيها دي مع الوضع في الاعتبار أن تكلفة إنتاج الطاقة بتاعة القهرباء زادت نتيجة برضو إيه ما هو النهاردة الغاز اللي كان بيستخدم في الإنتاج القهرباء 8 و 4-5 4 مرات أكتب 4 مرات ترجمة نانسي قنقر